وخلال اجتماع مجلس الوزراء اللي اتعامل الامبارح في مقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة قال الدكتور مدبولي ان التركيز حاليا بينصب بصورة كبيرة على تطعيم العاملين في قطاع التعليم بلقاحات كورونا وقال كمان ان كل رئيس جماع هيكون مسؤول عن متابعة عملية تطعيم كل العاملين والطلاب بجمعته وبالنسبة لتطعيم العاملين في قطاع ما قبل الجماعي فده هيكون بالتنصيق ما بين وزارة التعليم ووزارة الصحة اشتركوا في القناة